السلام عليكم. إنزاز كبير للمنتخب الوطني المغربي نصف نهاية المونديل. إنزاز كبير. يجب أن نتوقف على هذا الإنزاز. ويجب أن نخدمه على هذا الإنزاز. لأن الكثير من العناصر للمنتخب الوطني المغربي. التي كثير من الناس كانوا يقولون أنها انتهت. ولكن تلعت نهاية المونديل. وبنت على مستوى كبير. الجامعة الملكية المغربية خدمت من اتجاهها. لأن قالت المدرب البوصني وخقلته مع الطلب الزاحتان حضار ستمينية 2022. لأن المطالب للمهر من شهر ثلاثة أو لم شهر واحد يطالبه إقالة المدرب البوصني. والجامعة أقالة المدرب البوصني. أحداثان حضار ستمينية. وبقتل المنتخب الوطني بلا مدرب لمدة عشرين يوم. حتى إن ثلاثة ثمينية عادك تأكد أن واليد الرجل يقيم مدرب السابق للويداد البيضاوي. ولا يقول المنتخب الوطني. كأس العالمي نبدأ في عشرين حضار. كأس العالمي نبدأ في عشرين حضار في المونديل. قيادة واليد الرجراجي. الذي كان فقط شهرين وثلاثة أسابيع تسلم المنتخب الوطني المغربي. كأس العالمي. كأس العالمي يقوم بعمل ثلاثة نقاط مع كندا. وهي اللي يخرج بها. بل خرج بسبعة نقاط من المجموعة. بالتعادل مع الكروات بزير وزير. وفاز على أبريقيا بججل صفر. أو على كندا بججل واحد. وعمل سبعة نقاط وتصدر المجموعة السادسة. لما كان أي شخص يقول أن المنتخب الوطني المغربي. تصدر هذه المجموعة. وتصدر هذه المجموعة بسبعة نقاط. وتلقى بالمنتخب الإسباني العاتيد. وبالمهاجمين له كبار. خطرنا نرجع للدفاع. وإضافة ديناهم الأشواط الإضافية. وإضافة ديناهم الدربة الترجحية. وشجرنا ثلاثة دربة. وما لم يجروا دربة. وقال تقلق بالحال سياسي. يشجروا دربة زازاء. وخلنا هذا الفوز. نتأهلنا دور ربع نيائي ونوزه المنتخب الكابير. وهو المنتخب البرتغال. وبعض الناس قالوا أن المسير عد توقف للمنتخب المغربي. خلال هذه المقابلة لبرتغال. ولكن لا. فهذا المنتخب الوطني المغربي بهدف لا يستفر. هذا في يوسف النصري في الشرط الأول. وبها تأهلنا نيصف نيائي. كأول دولة إفريقية وعربية. كانت تصدر هذا الدور. وهو نيصف نيائي. في المنتخب الفرنسي. وهو الضلم التحكيمي الذي تعرضنا له. بجوش دربة زازاء. لديه الحاكم. لديه سالم أم الله. وهذا قدمنا مقابلة قوية جدا. ولعبنا حسن بزاف من المنتخب الفرنسي. بسهدات الجامعة. ونهازبنا بإصابتين نظيفتين. وخلال هذه المقابلة. تحولنا المقابلة الترتيب. لقبنا أن المعنوية كانت للأسف. هوادة بزاف اللاعبين. وكانت بزاف ديال التغيرات. وبزاف ديال الإصابة ديال اللاعبين. ونهازبنا مع كرواطية بحصة هدف لهدفين. ولكن في المجمل قدمنا مونديال تاريخي. يبقى مترخ. في داكرة كل الجمهور. ليحضر هذا المونديال. غالي في قاطر ولا هنا في المغرب. إذا قدرنا نحتاج له المركز الرابع. ونفوزه بجائدة 25 ملياورو. ومربع الدائب في المونديال. ليس سهل. الحمد لله. هذا الإنجاز يرجع الفضل لله أولا وآخرا. والناس الذين يعملون المجهودات ديال. يمكن أن أشكرهم هذا المنبار للجامعة. ولا والد الرقراجي. ولا الستة وعشرين عنصر. ولا المساعدين. ولا الجمهور كذلك. أي شخص يشارك في هذه الملحة التي نعملها في قاطر. إن شاء الله.